أسباب ضعف تسارع السيارة وفقدان قوة المحرك ضعف تسارع السيارة وفقدان قوة المحرك يمكن أن يعود إلى عدة أسباب منها انسداد فلتر الهواء فلتر الهواء المسدود يعيق تدفق الهواء إلى المحرك مما يؤثر على عملية الاحتراق وبالتالي يقلل من كفاءة التسارع انسداد أو خلل في نظام الوقود البخاخات الرشاشات قد تكون مسدودة أو متضررة مضخة الوقود قد تكون ضعيفة ولا توفر ضغط الوقود الكافي فلتر الوقود المسدود قد يعيق تدفق الوقود إلى المحرك خلل في شمعات الإشعال إذا كانت شمعات الإشعال متضررة أو متأكلة فإن الاحتراق داخل المحرك لن يكون كاملاً مما يؤدي إلى فقدان القوة تسريب في نظام العادم إذا كان هناك تسريب في العادم أو انسداد في المحفز الحفزي الكاتاليزر فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط في المحرك وتقليل أدائه ضعف ضغط المحرك إذا كانت هناك مشكلة في الضغط داخل الأسطوانات مثل تسريب في حلقات المكبس أو الصمامات فإن المحرك سيفقد القوة إذا كان التيربو يعاني من تسريب أو انسداد فلن يتمكن من تعزيز الضغط بشكل صحيح مما يؤدي إلى ضعف التسارع ترجمة نانسي قنقر